ترجمة نانسي قنقر شاد، وصلوا جينا، اسمعي منيح شو بدي اقولك؟ أي واحد منهم بيجيب سيرة البابا بالعاطر بيحمل حاله و بفل من البيت دغري ولا العزيم ما بعرف شو جايين يعملوا وحياتك؟ مرحبا أهلا خير؟ شو هالموضوع على القد مهم ومستعجل تا بتكون تشوفونا وتعقونا فيه بهالوقت وبالسرعة؟ بصراح الموضوع مش مستعجل بس كتير مهم ولأنه أنا كتير متحمسة ما بقى فيه أنتر قلت بجيب تخبركن تفضلوا، تفضلوا لا معلشي، خليني خبركن قبل ما نقعد لأنه يمكن بعدين ما تعودوا تحبوا أنه نقعد لأنه ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعلكم حكيه يا عمل، حكيه عادل خبرني من الفترة أنه بنتي مش بأوروبا بنتي بلبنان بميتم عادل ورمز بيعرفوا بهالخبرية بس عادل ما كان بيعرف بأي ميتم موجودة أنا والمحام جواد برمنا على كل الميتم واستشبهنا ببنت من عمر بنتي على الأد وعملنا كل الدراسات وحسينا أنه هالبنت هي بنتي حسيته؟ إيه، الأمر هي الشغلة بتجي بالإحساس لا، أكيد مش هيك كرميل هيك طلبنا من مديرة الميتم تسمح لنا نعمل فحص الدقاء وأخدنا عينة مني ومن البنت ومن رمزة وهيدا الملف في الطب بالكامل بيسبت أنه هالبنت هي بنتي وبنت رمزة هيدا نسخة عن الملف في الطب بالكامل وفيها صورة البنت فيكن تشوفوها، بالنهاية هي أخدكن فلو منهم سرعة، يلا وطبعا قدمنا دعوة إثبات نسب والبنت رح تصير على اسم رمزة، الله يرحم هلا إذا أنتوا قبلتوا رح تصير الأمور بشكل كتير طبيعي وسريع وإذا أنتوا ما قبلتوا كمان رح ارفع دعوة إثبات نسب بالقوة وقبل ما تسمعوني حكي مأزة أنه أنا طمعاني بالورثة وقصص من هيدا النوع أنا بس شغلة واحدة بدألكون إياها أنا إذا طمعاني طمعاني أنه بنتي تكون بنت شرعية تكون على اسم باية مش بنت حرام شفت اللي جينا ما بنا نقعد؟ لأ أنا عارفة أنه رح ننشحت على السريع صرت بعرف ردات فعل هالبيت ما فيها جنس الإنسانية لو بتشوفوا هونيك بهايداك البيت عند عفيفة لما نخبرتهم هالخبرية كيف انبسطوا وصاروا يزلغتوا وصاروا يرشوا علينا الورد والزهور بس هون ما عمين رش إلا الحقد والكراهية بالملاف هيدا في صورة أخدكن إذا بتحبوا تشوفوها بالميتا مسموها جاي وأنا حبيتو كتير للإسم مش تح غير ليه ماشي تاتا ماشي واسين جينا وعد الحائم تركي ما تشوف صورة أختي بعدها ما تشوفي أعدها هلا خلينا نحكي موسيقى 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 ليس قصد مغابالي قصد إنوهه نحسي حالة ميحة هيك موترة معصبة مضع فشوا بنا نبنا يهذيك الأدايق نفسك تشوفي حالا رح يختنق اشخ loans him المصدى أنزوها لك صحيحة تبقى شو كم بدك بالشغل يا عم تجي تشقت علي؟ أنا ما بيجي مني إلى العزلية سريم أكتر شي مقصود فيه بحياتي إنه رجعت لديك بلاش مونجات خليني شوف الملف ايه؟ مساقبي راح تفهمي شو مكتوب بقلبه ما هيك؟ بدي شوف الصورة بدي شوف أختي أختيك؟ ده غري صارت أختيك؟ لك أكيد أختي سمعني جاد أنت كتير عم بتزيدها يكون بعلمك إنه أنا بقي معكم مش معناتها أني راضي عن تظرفاتك أبداً أنا بقي حدك لحدها تقطع هيد المرحلة وبس بس اللي عم تعمله ما برضه فيه أنا ما فيك في كل حياتي عايشة هوني ومزروبة وبعيدة عن كل الناس ايه الأواسيم صار كل الناس لك شو قد في الدنيا على أواسيم؟ أنت قطعت مع نسرين أنت حر هيدا حياتك الخاصة بس خلاتي وعمو أسعد شو خلصهم بيالي صار؟ زنبون إنه بيكرهوا البابا لك أنا كبينة بيكرهوا عاش تتخبى ورخي الأصبعك جاد ثلاثة رباعة لعنم بتضيعة ما إجوا عزب البابا بالبعد يالي السمعوية اللي عرفوه عنه ما حدا عزة فيه لك حتى عفيفي وعادل ووسيم وأمل وستة والناس كلها عديتها ليش؟ وزيلا؟ وزيلا شو زنبلا حتى ما عدت حكيت معا؟ زيلا؟ ليش إله أنا أحكيي ألا زيلا؟ أصلا بشك إنه يكون بعد بدي تشوف صورة وجيها وتسمعني لايك شاط أنا بس صدقت إن خلصت من ظلم البابا وأسهيته علي مش لحتى علاق فيك إنتا حتى لو بدي قطر فيل من هالبات ومعور تشوف صورة وجيك بحياتي ولو بتكون تنكروني وتحرموني من كل شيء بفل أنا أصلا بدي فل ما بدي شيء من هيد الحياة غير السعادة أنا رح طب بتيابل ومن بكرة بس إنزل معك رح كافي حياتي ببيت البابا بتاحت متل ما تلاقي بلت عادية ما بدي قطر معا حدا لي خوف لك حبيبا حبيبا أنت شو بعديك صغيرة وبريقة عاللي عاملوه فيك؟ أنا أكيدة أنا أكيدة إنو هالفخصات مصبوتين لو ما هيك ما كان المحامة قدمه للقضاء ورفع دعوة ولما القضاء يأكد إنو هيد البنة بنت رمزة رح اعتبرها إختي وعملها على هيدا الأساس أنا طول عمري كنت ضحية ومريضة بس ولا مرة إلا ما كانت إنسانة وقلبة طيبة وما بحياتي أزيت نملة بتعيش حياة تجاد بديش حياتي بسلام بدي أرجع أتعلم أضحك وجب لي شي ولدي مليلي حياتي أنا معهورة من حالي كتير ليش؟ جاد إذنيني أقبتني كتير إذنيني وجرحني أنت معهورة لأن بعضي بتحبيها الآن صح؟ معهورة لأنني بموت فيه كلما أفكر أنا رح أشوفه جسمي بيرجف كله سوا يا أما كيف هيك؟ كيف هيك بعدني بحبه مش مسموح بعد كل شي عاملوا فيكم بعدني بحبه هالأنت رحقت الحالي بكرا إذا إذا حس علي أن بعضهم بيعني لي بقت الحالي ترح حس بشي ولا رح تقتلي حالك بديك تروح أن سليم تكوني مرتاحة بدنا نكون مرتاحين وتبيني ما فارقة معك حدا بديك تكوني أول كتير بكرا بعدين بدي لك شغلي كتير مهمة أنا أحطيك ما تخافي من شيء سأحميك منهم كلهم تعريف؟ منيح للتائنا بالوقت المناسي أنا تركك حبيبة وأنت ترك حبيبتك هيك من قوي بعد تشيرز تخليك أمي؟ شو صار بيدكتار عمران اختفى وهيك فالمرة ما بقى عم بيحكيك ما أنا وخيك طارق غيرنا نمر تلفوناتنا يعني مش رح يعرف كيف يحكينا ولا رح يعرف ويننا أنا ما يحكيكن بيكون أحسن ايه؟ ما عرف زعلانة إنه ما عم بيحكيك مش تقتيلو شو معناتو هالحديث هالأ؟ أمي أنا أنا هيك مبسوطة عايشي أنا وياكي وخيك بعيد عن المشاكل بعيد عن الشر أنا حرقت قلبي بس خيكي شام لو بعضوا موجود بيناتنا كنت أنا أسعد إنساني بالعالم بكرة أنا وياكي وطارق بالصيف رح نسافر نفتش عولادي شام ونلاقيهم عنجاد عنجاد عم تحكيه؟ ايه شو لكان؟ نتركهم هيك يكبروا بعض عنا؟ هلا أنا بس أخلص من قصية الوردة بدي أشتري أحلى بيت مع بيسين وجنينة ونعيش حياة بتجنين بكرة بتشوفي بدي أجيبون هني وإمهم يعيشوا معنا تقوم بريم أما بدي أعود لك عن كل العزال بتعذبتي من أول يوم لليوم بوعديك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى علو اوف شو صايرة بتتأخر كتير بالنوم من امتى؟ هيدا ايام الازاعة ليه هلا ايام شو؟ شو فوقك علي جاد قبل الضوخ خير شو فيه؟ انا نازل اليوم على بيروت بدنا نقرأ وصية البابا ممكن تعمشوف اذا فينا شو فيك؟ يعني من بعد ما تشوفنا سرين وتكونوا معصب بدك تفش خلقك بحدا او حدا يخفف عنك ما هيك؟ مسيلا شو خاصت سرين؟ انا عمطلب شو فيك لقلك كرمل شو لكين؟ هلو؟ مش انت قلتيلي انو انا كنت كتير ميح معيك واذا عايزت شي احكيك؟ يحو عم بحكيك؟ طيب انا اصلا اليوم ما عندي شي لما تخلص حكيني ونلتقى طيب وين بدك نلتقى؟ بدك عندي بالبيت كفاء وين بدك؟ عندك بالمحل احسن شي فينا نحكي عرواء يا عم وين صارك؟ مش عارف انو اعصابي محترية؟ حياة تطولي بالك هلا ترجع شو بك؟ جواد شو رح يكون جوابة؟ شو قولك قررت؟ حياة القرار مش في ايدها رحانة هي معنى باري حالك لو القرار بيرجعلك اتعطتنا البلد اليوم قبل بكرة بس اليوم في اجتماع مجلس ادارة ما اللي بقرر وكلهم سوق؟ يا رب يا رب دخيلك شفاء علي مش قادرة بقى قمطر ولا نطرة اهلا وسهلا يا اهلا بام جواي اخيرا رح تصلي عالجواي الله يخليلي اياكي على قد ما مبسوطتلك بالجواي على قد ما مبسوطة لات جواي فيكي واضح انك رح تكوني ام كتير حنوني ورح تهتمي فيها وتحطيها بعيونك جواي هي عيوني جواي هي حياتي كلها بس دخلكم عطوني اياها هلا قبل الحكم مالفحصات صارت بين ايديكم والبنت هي بنتي نحن اجتمعنا واخدنا القرار بس انت عليك تجي كل يوم على الميتم وتقعدي معا وتخبريه انك انت امه وبس تصير البنت جاهزة نفسيا لتصدقك انه انت امه ولتحبيك بساعتها بتخديع معك ألف ممروك شكرا شكرا بس ريب شدي همتك امه تكوني قوية متل ما بعرفيك ما تعتلي همه امه انا صاليزم امشي انتوني صار هون الله يكون معا ما بحسدك صهري ما بحسدك لانه راح ترجع تسمع شي من فضاعات رمز المجري انا مطرحك مبروح لا لازم روح طيب ما تنسى انا وهند ما بدنا شي اصلا من بكرا منبلش شغل شو شغل بعدين بخبري انت تسهل هلا صهري وخلينا عقل تصلى نعرف شو عم بصير الله معك شو الشغل وديه اشتريت محلك ولي في الشيطة بعفاد يا صاحبتي مثل ما هو بالاغراض بالديكور بالبضاعة حتى الموظفة بعدها هم تحكي جد؟ صرني جمعتين لحتى خلصت الصفقة نشتغل فيه انا وياكي بيسلي كتير حبيبتي انت انا بحاجة اطلع من البيت والتهي بالشغل وحس حال اني بعدني نافع بهالدني سكيتي ولي ليش هيك عم بتقولي انا مأهورة انا زعلاني كتير طلعي ما بقى الي شي بهالدني حتى الولاد الولاد ربايتهم بكل عمري متل الولادة ناكرين له جميل وما بيسألوا عني ليكي ما تبلش تنعي من الاول ما بتدعس بالمحل الا عم تضحكي اذا نفسيتك بالارض ما مرح المحل كان ماشي نار مع فاضيك كانت تطلع منيح بدنا نشتغل انا وياكي وبدنا نطلع وبس نصير نطلع شو بنعمل؟ قصدي بس انت تصير تطلعي لانه انت مره راسة تاس ما بتقبل لي حدا يعزمك ولا بتقبل لي حدا يضيفك ولا شي بس تصير تطلعي بنصير انا وياكي كل فترة منسفر عشي بلد ومنعمل استجمام هاي نيه هاي ده البعض نقصنا ومنسين نجيب معنا اغراض للمحل وما منلحق بيع شو قوليك؟ وك هلا خلينا نبليش بننجوب بعدها شو بصير يلا حبيبي قولي هاي 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 كيفك حبيبتك؟ اي حاب انا كتير بحبك انت بتحبيني بس انا ما بعرفيك بكرا رح اجل عندك ورح نقمد نهار سوا ورح خبرك كتير اشي عني وانت كمان تخبريني اشي عني بدي جربلك معي ألعاب كتير واشياطايبة كمان بدي فروزن احلى فروزن ده احلى جوي تنطريني لبكرا؟ ابدا بشي قابتك وبوسك لماذا عم ترد علي؟ لأني سألك بلا طعمي طلال فاذا انجاوبيني اذا هل قد بلا طعمي؟ اكيد ما رح سامحه اكيد زلمي قال بديو يشوفني وبدو يحكي معي شو بقل له يعني؟ جات كحبيب كان عاطل وخاين معي بس كصديق ولا مرة كان عاطل فاقل لشي رح شوفه وشوف شو بده وكون وفية معه والك ضعفته وسمحتي ومين قالك انه هو جايط له بالسماح؟ جات بعده بحب نسرين وهي اصلا اخدت له عقلاته ابدا والبرهان انه تركها وين تركها؟ وين تركها يا طلال؟ هو ترك كل المطارح وترك العالة معايلته شغله بعد عن كل المطارح اللي بتذكره فيها عامل كلها القصص طي انساها وبكرة بتشوف بس يرجع يشوفها رح يضعف قدامه شو بده فيك اذا هيك؟ اذا شفته وسمعنا حكي بيقزيني متل انه هو بعضه بحب نسرين مثلا وحياتك هيدا الحكي بساعدني بخليني انساه ويكرهه بسرعة طلع حلو اليوم؟ امر متل العادي يا الله باي موسيقى يلا حبيبة شت حالك شوي بدنا نخلص مالي نفس اطلع عالشركة بتصدي؟ موسيقى باعرف حبيبة بس موضوعه بدنا نخلص منه يلا يلا نطلع جاد موسيقى شو؟ هيدا هو شاد ينوي دلي معك؟ تعرفيه انت بنابل؟ انا مهيد بده اعرفه يلا خلينا نطلع بشرفك حج وقفين هيك اللي بتروي إنسان، اللي بشدة حالك تكون قوية، أوكي؟ لحظة، خلينا نوقف هون نحكي شوي لكي نطلعو برا مش عايبة، لو بيصلي يفرم الفرغ ما بيقصر ها، هيا مش واحد بيتموت فيه بيتموت فيك أكثر خلينا نطلع مرحبا، كيف أغام هاصان؟ مرحبا؟ مرحبا، أنا المات الخليل تشرفنا أستاذ رمزة كان تارك معي الوصية، ومكلفنا إنه أنا نفزة، ومعي منه وكالة مرحبا، وكان عنده أسرار، الأستاذ رمزة كثير من أصحاب الأموال والعقارات بيعملوا هاك بيكلفوا مكتب محامات بدون ما حدا يعرف من العائلة، حتى ما يصير مشاكيك أه، مين بعد ما هيص المدام، ما هيك؟ أه، ألتا هنا فيها هلأ طالع على الدرج، في معا مرافق كمان، أول شيء بعد إذنك ماتر، يريد إنه هادي الجلسة تبقى بيناتنا نحنا من دون ما يكون فيه حدا برات العائلة، طبعا ضروري مرحبا مرحبا يا أهلا، أهلا بنتي أهلا، هنبلع السلامة الله يسلمك عم أسعد أنا الماتر خليلي مرحبا ماتر، بعرفكن على صديقي أنتوني نيحلك، أنا أكتمل من يصاب؟ أكتمل وبزيادة وعلى الشيء ماتر متل ما اتفقنا، يريد ما يكون فيه حدا من برات العائلة أنا محمد ستنسرين، ومعه بكالمتنا إذا صديقي محمد بيحقله يحضر الجلسة، ما هيك مهد؟ طبعا فيه، هيدا حقك ستنسرين، اتفضلوا إذا بتريدوا موسيقى الوصية اللي بين إيدي عملت عند كاتب العدل طبعا وطبعا الوصية شرعية مية بالمية ما فيه شي مكتوب مواجه لحدا معي، ولا مكتوب شي بخط إيده للاستيز رمزي الوصية بس لتقسيم الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد العائلة بتحبو أنا أريا؟ أو بتسلموه أنتو؟ لا أريا حضرتك ماتر، ما علي شي خلينا نخلص على السريع ميح راح قلكن، شو قرر استيز رمزي كيف بده يقصيم الورطة على أولاده ومره؟ بتاريخ العشر، من أيلول عام 16 حضر الغدائنة سيد رمزي أبو طفيق صالح خلاص؟ بس عيدة؟ أي هيدة بزيادة، ما بدي عودة على الفخفخة أصلا أنا ما فيي عايشة بفخفخة بالنهاية أنا رح أشتغل ورح أصرف عليها هلأ منمرق على السبير ماركت، منجيب لها شوية شكولة وبومبوم كنت مفكر أنه بس تلاقي بنتك رح سير أكتر من مجرد محامة بأحياتك بس ظهر أنه منيك مقررت غير هيدة الشيء مش مظبوط بأنا مظبوط جواد بترشاك ما تحسبني عليك الكلمة أنا هلأ عم بمرق بوضع كتير صعب أنا عم بتحضر ليصير عندي بنت بنت هلأ صارت كبيرة وعيشت أول كم سنة من حياتها بعيدة عنها أنا كنت بفكرة أنه بنتي ميتة وفجأة عرفت أنه بعدها عايشة مشاعري كلها عم تتخبط ببعضها بترجيك تفهمني ومتعتبني على كل حرف أنا لو بدي كل حياتي ردلك جميلك ما بقدر سمحني إذا زعلتك بأي تصرف أو بأي كلمة ما تحكي أنا ما عملت شيء ما عملت شيء؟ أنت ردايتلي بنتي أنت ردايتلي حياتي يلي سرقوها مني من أسنين طويلة تمز نقطة لأي كذلك يا أباوة اي تكلمت معيك يا أبي حسنًا حسنًا أنا خلصت وجبتي سأجعل الوصية معكم طبعًا في وحدة طبعًا للأصل عند كاتب العدل إذا في أي اعتراض أنا بخدمتكم كالمحامي بعد أنا في المادر في ساعتكم إذا بدتكم أي معلومة عشو بدنا نعترض الله يرحم وقصم كل شي بالتساوي بين ولاده ومرته طيب الله يرحم بالنسبة أنا بدي أعترض الأرض والبيت الجبلي اللي كانت ساكن فيه أمل واللي تركوا لقلنا رمزي بنوصي إلي ولهند ما بدنا إياه رح تخلى عنه لقلك ولأختك جد أنا ما بدي شي من رمزي ليه يا عمو أسعد ما أنت كنت مثل بينا وربيتنا أكتر ما هو ربينا يمكن عم بيحاول يرد شي من جميلكون علينا أنا وهند ربيناكم مش ويشبات تيكون المجميل عليكم أنا وهند ربيناكم مثل أولادنا ومش ناطرين مكافئة على هشي رح أتصل بالمحامي طبعنا وقل له يعمل اللازم خاطركم لوين عمو أسعد راي على البيت خدنا معك بدي شوف خالاتي بس قبل بدي جي بغرادم سيارة جاد تعطيني نفتيح السيارة فليز خاطركم خاطرك نسرين نسرين إذا احتشت أي شيء أنا وهند وليندا دايما موجودين مرسي يا عمو أسعد كلك زوج خاطرك بدي أحكي معك عن كم شغلة قالت بالوصية أحكي معك لحالنا بنحكي لحالنا أنا بحاجة للمحامي طبعي لأنه قلتلك بنحكي لحالنا إيدك عنا سرين بتقولي لصديقك المحامي يقعد محله أحسن ما أرتكب فيه جريمي خلص أنتوني ما علش بتركنا لحال نعمل معروف لا هو بيبقى هون وأنا هيك المطلع من أحكي بولي إنو هذا اللي جوه بسرين؟ قلتلك هذا أنتوني صديقي ومساقب أنه محامي صديقك؟ من النبط صديقك هيدا؟ مش على علمي في عندك أصدقاء غير مها مش مظبوط مها صديقتي اللي كنت شوفها أنتوني بعرفهم إيام الجامعة لما عارف إن فتت على المستشفى إجا زارني وقعد حدي وضل حدي لصرت منيحة ورجع تقرب مني ورجع تقرب منيك؟ شو كان فيه بينك وبينه حتى يرجع يتقرب منيك؟ لا شو كل هالأسئلة جاد؟ شو بدك مني؟ شو بد منيك؟ أنا جاد نسرين أنا جاد عم تسأليني شو بد منيك؟ عن جاد؟ هاتك عايش بدنيا تانيا جاد بيبقى أنتوني بيطلب اجتماع مع المحامة طبعك لخبرك شو كان بدي قلت لك عن الوصية؟ نه ماكلا غارحة انت مصرّة جاننيني ولا شو؟ لما كنت يتصرف معي به الأساوي؟ إذا حطيت الحق علي تطلع أنت بريق فكرك؟ أو إذا حطيت الحق علي تضربت حالك بالبيت وقررت أنك لا تشوف بيكون اللي صار ما صار؟ وحشت حط راسك بالتراب جاد بيك عمل العميل بيك اعتبره المجتمع مجرم وصفاح بيك غرم فيك نسرين وقدر يتحمل فكرة انه ابنه عم يحبله مرته مشان هيتصرف بإجرام وبيك ما تقبل يلي عملته امك وتصرف معه بإجرام وما تقبل قصة أمل وخفالة بنته وتصرف معه ومع بنته بإجرام ما تركلن شي من مصرياته وممتلكاته مع انه أنا وانت صنع نهرف انه البنت تلاقيت انت وجينا صار عندكم اخت بنت مستوطة بالميتام وانت عارف وساكت مرابو بتابع اخبارنا مني حست نسرين يكون بعلمك جاد اذا انت وجينا معترفته بالبنت انا رح اعطيه كل اللي وراتني هي رمزة هيدا حققه متل ما هو حققه حققه اللي كم دقلك هي عن الوصية انه انا بيت بيروت ما بديه هيدا البيت اللي ربيته فيه انت وجينا مع امكو وذكرياتكم فيه انا فلي وسلملي على الكل وسلم على سيلا اشكر لي اياها ما كان قلعين تلفين واشكرا لانه هي اللي خلصت لي حياتي ما رحش كلك يا انا اصلا رايح يشوفها هلا اه خي رجعت ولا بعضكم انا ما قلت رجعت ولا بعض بس انا وصيلة ناس متحضرين يعني منقدر نروح نشوف بعضنا ونحكي مع بعض ونحل قصصنا ايه لانه انا متخلفة وجاي من الشارع وبيسة كرشة وخي مشريم عن اذنك جاد هلا انتوني خلينا نمشي بسراحة يلا حبيب تاني ماذا قلت؟ قلت الله يلا حبيب تاني ناسرين في ايه بتاك صارت ايه؟ يا شهد خلص بلا شمونك بقى تصدي حبيب تانسرين مش عبناء انا حبك الاول والاخير وكيف اكنت القوت بقى حش كرهن فيك بزيادة تكرهيني؟ هل قصرت تكرهيني ناسرين معاياك؟ يا ريت صلي من الوقت ما زتيتني بالمستشفى موجوعة لحالي وانا عم جري بكرهك صلي من اول يوم تعرفت عليك وانا عم جري بكرهك وما عم بقدر طلعت ما بتستاهل هيدا الحب الكبير والمجنون يلا انتوني يلا هول انفتيحك جينا همريز الهقين سرين هرا فيلي وان سيفني وان عنوان تركها تروح وان سيو جينا بليز ما تحكيني ولا كلمة الحقيقة هلأ جبيلي عنوانها بليز ناسرين 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 بليز ناسرين معك حق بعدي بعدي قد ما بدك هيدا حقك حقك تكرهينه هالقد جيت لعنى لحتى تنسى مصايبك انت وصغيري طلع مصايبنا اكبر من كتير من مصايبك كتير الله يوافقك حبيبتي حبك كتير كتير اه 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 هلأ هيدا المحل ليك هيدا المحل لي ويلك ومن بعدنا لجينا لا لأمل وبنتها الصغيرة بدي احتم بأمل وبنتها وستة بدي يهون ينزلوا من الضيعة ويجو يقعدوا هون ببيروت الصغيرة تروحها المدرسة وأمل تجي تساعدنا هون بالمحل وبعدين تورك المحل هي وبنتها بدي نتسلأ أنا وياكي في أهضم مننا بنت الأربع خمس سنين ايه والله بتشيل الهم عن القلب حبيبتي انت قولك رمز رح يخصص أمل وبنتها بشي لا أنا مأكد إنه لا قلق منسأل جينا مازالة جيه وأسعد بتخبرنا كل شي جينا ما قالت لك شي غير إنه مشتقت لنا وبدأ تشوفنا حكيتني هيك بسرعة وقال لا لأ بخبركم بس إجي ده عارفين اشتقت لها كتير لجينا اشتقت لجينا ولجات كمان أنا كمان اشتقت لها مع إني زعليني منهم كتير بس اشتقت لها حكيتي أمال؟ حكيتها وقلت لها تنزل لهون هلأ بس ما خبرتها تفاصيل حاسي لح تتغير حياتنا بالمحن ولي ولي كيف نجد عبيلك هالفكرة لك مجنونة انت مجنونة يا عمي فهموني مش عم بفهمة عليكم نازلين لعند الست هند والست لين ده ولا رايحين تجيبوا البنت عم قلك البنت عطيوني إيها اليوم بالميتم كل نهار رح نزلها معنا على بيروت رح تقض نهار معي هم تتخيلوا أنه رح قض نهار مع بنتك والستات تحت شو بدهم منكم؟ ما بنعرف قالكم خواجة رمزي ذكر بوصيته أمل والبنت إن شاء الله إن شاء الله يكون حس على دمه وعمل شي منيح قبل ما يترك هالدني وفل بلك يا الله بيغفر له وبيسامحه شوية جوادوا أيضا؟ جوادنا طرنا هونيك بالميتة رح نجيب البنت وننزل كلنا سواع بيروت وأنا رح نزل معهم كمان بدي شوف جينا اشتقتله بدي شوف إذا ما بعد ما ورطت كلها المصارى بعدني بيعنيله ولا لا قصتنا من أغرب القصاص تلاقي نوم أصعب اللقاء تا انساكي ما عندي فرص ونكملنا قلوب النحرقه أشقنا بعض ضعنا بهالدني كذبنا كذبي وبدنا نصدقها كل دقيقة عشناها سني وَيُنْ كُنْ كُنْ كِنْ بَي خير حبك محرم علي تأخرتي لما كان قلبي فاضي وانكنتي حبك محرم علي تأخرتي يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص